بسم الله الرحمن الرحيم صلاة أهل الأعذار الأعذار جمع عذر وهو ما يمنع الإنسان من فعل الشيء والمراد بالأعذار هنا ثلاثة المرض والسفر والخوف هذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجود هذه الأعذار سواء كان الاختلاف في هيئة الصلاة فبدل أن يصلي قائما يصلي جالسا أو في العدد بدل أن يصلي أربعا يصلي ركعتين فهذه الأعذار تغير أو تختلف بها الصلاة في الهيئة وفي العدد وقد يكون الاختلاف في الهيئة فقط وقد يكون في الهيئة والعدد وهذه الأعذار مأخوذة من قاعدة فقية هي المشقة تجلب التيسير ودليل هذه القاعدة من القرآن قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقول عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحان وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر وما شاد أحدا إلا غلبه فكلما وجدت المشقة وجد التيسير أول هذه الأعذار هو المرض والمريض هو الذي اعتلت صحته سواء كانت في جزء من بدني أو في جميع بدني والصلاة في حالات الصحة يلزم الإنسان أن يصلي الصلاة قائما والقيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين والمراد بالصلاة الصلاة المفروضة التي يكون فيها القيام ركن أما صلاة النافلة فإنه يصليها قاعدا وإن كان قادر على القيام وصلاته صحيح فالمسلم عليه أن يصلي الصلاة قائما فإن عجز عن القيام قياما تاما صلى على الهيئة التي يستطيعها في القيام كأن يكون منحنيا كالراكع أو معتمدا على عصى أو يعتمد على جدار أو يعتمد على إنسان آخر فمتى أمكنه أن يكون قائما وجب عليه أن يأتي بالقيام على أي صفة كانت فإن عجز عن القيام لم يستطع الإنسان القيام بسبب المرض فإنه يكون بذلك عاجز عن القيام وينتقل إلى القعود لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا كيف يجلس؟ يجلس متربعا على اليتيه يقف ساقيه إلى فخديه في الجلوس وهذا يسمى التربع لأن الأعضاء الفخذ والساق تظهر في التربع وحكم هذا التربع سنة فلو صلى على هيئة أخرى كأن يكون مفترشا لساقيه أو مفترشا لرجليه أو صلى وهو محتبئ على ركبتيه وعلى يديه أو صلى على كرسي أو صلى على أي هيئة يستطيعها فإن ذلك جائز لعموم قول النبي صلى عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا ولم يبين كيفية القعود فترك ذلك للهيئة التي يستطيع الإنسان في قعوده والدليل على أنه يصلي متربعا يعني لو سأل سائل وقال لماذا يصلي متربعا نقول ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى عليه وسلم يصلي متربعا ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش أو من أي هيئة أخرى فإن عجز أن يصلي متربعا فيصلي على جنبه وذلك لما جاء في حديث عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فعلى جنب ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أي الجنبين يكون عليه فيكون المريض مخير على الجنب الذي هو أيسر له سواء كان الأيمن أو الجنب الأيسر فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه سواء كان الأيمن أو الأيسر فإنه يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويؤمي بالركوع ويؤمي بالسجود ويخفض في إيمائه بالسجود عن إيمائه بالركوع هل يكون ذلك مع قدرته على أنه يصلي على جنبه بعضهم قال مع قدرته على ذلك على أن يصلي على جنبه ولكن الصلاة لو صلى مستلقيا على ظهره مع قدرته على أن يصلي على جنبه فذلك خلاف السنة ولذلك قال بعض الحنابلة أنه مكروه أنه يكره له أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قدرته على أن يصلي على جنبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب كيفية الصلاة قائما فإن لم يستطع فعلى جالسا فإن لم يستطع فعلى جنب فانتقاله من أن يصلي على جنبه إلى أن يصلي مستلقيا على ظهره مع قدرته على أن يصلي على الجنب هذا خلاف السنة فإن عجز وهو مستلقيا على ظهر القبلة وعجز أن يؤمي برأسه في الركوع والسجود أو ما بعينيه يعني إذا لم يستطع أن يؤمي بالرأس فيؤمي بالعين فإذا ركع أغمض عينيه يسيرا ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه فإذا سجد أغمضهما أكثر هذا في كيفية الإماء بالعين إذا عجز أن يؤمي بالرأس واستدلوا على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن لم يستطع أومى بطرفه لكن قالوا هذا الحديث ضعيف ولهذا أكثر العلماء قالوا إذا عجز عن الإماء برأسه سكتت عنه الأفعال ولا يؤمي بعينيه فإن قدر أو عجز في أثناء الصلاة انتقل إلى ما قدر عليه أو إلى ما عجز عن فعله إن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعل كان عجز عنه انتقل إليه مثال شخص مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة وهو جالس وفي أثناء الصلاة وجد من نفسه نشاطا فنقول له قم بناء على القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإذا استطعت القيام فقم ولو في أثناء الصلاة وعكس ذلك إذا كان صلى في أول الصلاة قائما فشرع في الصلاة ثم وجد أنه عاجز عن أن يستمر في القيام فإنه يجلس لعموم الآية فاتقوا الله ما استطعتم وللحديث صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا وهذا يشمل ما إذا كان العجز ابتداء يعني من بداية الصلاة أو كان طارئا حدث في أثناء الصلاة فإنه إن قدر أو عجز في أثناء الصلاة انتقل إلى الحال التي يقدر عليها أو لا يقدر عليها إن قدر على القيام والقعود دون الركوع والسجود قدر المريض على القيام لكنه لا يستطيع الركوع إما لمرض في ظهره وإما لوجع في رأسه وإما لعملية في عينيه لا يستطيع أن يخفض رأسه أو لغير ذلك من الأعذار فإنه يصلي قائما ويؤمي بالركوع إيماء وكذلك بالسجود لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وأيضا كان يستطيع أن يجلس لكنه لا يستطيع القيام ويستطيع الجلوس ولكن وهو في الجلوس لا يستطيع أن يسجد فكذلك أيضا يؤمي بالسجود لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم هذا والله أعلم وأحكم